السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام وأنتم بخير Brothers and sisters الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Brothers and Sisters This is our Eid Today is our Eid هذا يوم العيد يوم مبارك يوم تهليل وتكبير وتحميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا يوم إظهار الشعائر يوم توصل فيه الأرحام وتتبدل الخصام إلى إخاء بين المسلمين to love each other this day to love each other this day the one you have misunderstanding with him he is your brother إنما المؤمنون إخوة shake the hand of your brother hug your brother this is our Eid هذا يوم خصوه الله بالشعائر special day as a muslimin this is the Eid of the muslimin الله سبحانه وتعالى test his beloved Ibrahim عليه السلام to sacrifice his son إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله تستطيع Ibrahim after hundreds of years of the age he has just only one son الله asked him to sacrifice him this is big musibah and he just listened to Allah فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ لَقَدُ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا يَا إِبْرَهِيمٍ وَإِبْرَهِيمُ الَّذِي وَفَّى he passed in the exam Allah sent a sheep a ram a ram a dhya from the heaven from that day till today till the day of judgment we are doing the sunnah Ibrahim الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد لكل أمة عيد every nation every tribe every people has a عيد feast and this is our عيد هذا يوم عيد المسلمين لكل أمة جعلنا من سكن أي عيدا this is our عيد brothers and sisters we have as a Muslim to aid عيد الفطري وعيد الأضحى عيد الفطري وعيد الأضحى عيد الفطر after عبادة رمضان وعيد الأضحى after the hajj the hajj for Allah سبحانه وتعالى Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم قادم المدينة when he came to the madina he seen the people are dancing and playing he asked what are you doing that's from الجاهلية لَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِيَوْمٍ خَيْرًا مِنْ ذَلِكِ الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى made the Eid for you Eid is happiness Eid is فرحة المسلمين more than 1.6 billion of مسلمين all over the world celebrating عيد الأضحى today may Allah accept inshallah may Allah the second Eid you pray in Masjid الأقصى اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اليوم العاشر منذ الحجة بعد الوقوف بعرفاء after people stand the whole day in the Arafat they are celebrating the Eid they are sacrificing their sheep they shave their head they throw the shaytan they make تواف الإفادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إياك نعبد وإياك نستعين Oh Allah we are the umma of Muhammad we are the umma of Muhammad اتباع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إبراهيم الخليل your prophet محمد is following the sunnah of Ibrahim عليه السلام we are connected by all الخليلين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وخليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله what are these sheep we are sacrificing what are these sheep ما هي هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم why we are doing this he said سنة أبيكم إبراهيم this is the way of your father إبراهيم عليه السلام and we are following the sunnah قال وما لنا يا رسول الله فيها what we are gaining of this أضحية قال لكم بكل شعرة حسنة every hair from the sheep or the goat or the camel or the cow you get one حسنة see how many thousand and thousand and thousand people now after the salah they are going to sacrifice their sheep sunnah of رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم he used to put it in the right side and he put his feet as sharifa and he say this is for me and my family and he sacrificed another one this is for my umm here is when you go to sacrifice your sheep say it بسم الله this is for the family of such and such or this is for such and such بسم الله 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 أكبر بسم الله الله أكبر divided three parts one for you and your family one your friend and one for the poor people by the way if anyone of you have a surplus meat give it to the imam there are many poor here in this town they need your meat their need if anyone has surplus just keep it and give it to me inshallah we have some brothers and sisters they are needing it الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم he used to say more than 1400 of years and we are copying from رسول الله صلى الله عليه وسلم from this manbar to take care of your wife to take care of your wife to take care of your sister استوسوا بالنساء خيرا لقد استحللتم فروجهن بلا إله إلا الله take care of your wife the first one to take care is your wife the one is with you 24 7 like your shade she preparing your food she is washing your clothes she is she and she and she and our wife number one your family brothers and sisters and your neighbor in the Eid in the Eid استوسوا الابنا sons take care of your fathers and mother the parents taking care of the kids of their children don't say we are Americanized nowadays days we have to ask our sons for a salah there are so many brothers and sisters they are coming today to the Eid and the majority of them they didn't go for salatul fajr which is more important brothers and sisters fajr salah that's faridah and this is sunnah of Rasulullah may Allah guide us inshaAllah for the best واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في رعي day we are going to Allah سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد this is our day تكبير تحميد تكبير تحميد الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله هذا يوم العيل don't forget to visit each other سلط الأرحام سلط الأرحام الأرحام your brother your father and mother sister cousin uncle these are the calling arhams Rasulullah صلى الله عليه وسلم the first thing he did when he came from Mecca to Medina he said حديث حديث يا أيها الناس oh mankind يا أيها الناس أفس السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا جنة ربكم بسلام سيئة السلام عليكم ورحمة الله وبركات this is السلام سلط الأرحام connect your father and earth السلام عليكم عيد مبارك كل عام وانتم بخير قيام الليل وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام الله will grant you the جنة انشاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد like five times الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة واصيل لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله قبله ولا إله بعده all after every صلاة till العصر in Thursday they call it أيام التشريق from the sunnah of رسول الله I know that the majority of you they didn't have their breakfast they are waiting to eat from their الأضحية this sunnah of رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله غافر الدنبي وقابل التوب شديد العقاب ذي طول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يحي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا محمد عبد الله ورسوله رشير النذير سراج المنير صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعه ومن تبعه هده بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد التكبير ورسوله بطواف أنت السميع العليم وتب علينا أنت تواب الرحيم كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركة